عودة الحصار هكذا هو عنوان هذه المدينة اليوم فبعد أن دارت اشتباكات عنيفة بالأمس في الجبهة الغربية للمدينة وبسبب قلة الإمكانيات لدى رجال المقاومة الشعبية استطاعت ميليشيات الحوث وصالحة الإنقلابية من الاستيلاء على تبة الخزان والمقهاية وكذا حدائق الصالح تحت تغطية نارية كثيفة وقصف بمختلف الأسلحة والثقيلة الأمر الذي أدى إلى سطوة الميليشيات على تلك المواقع واستحداث نقاط جديدة وبناء سور في نقطة الهنجر لتفرض بذلك حصارا جديدا على المدينة نحن الآن في نقطة الثلاثين بعدما كنا قد فكينا الحصار وأزى وكسرناه وسيطرنا على حداغ الصالح لكن بسبب ضعف الإمكانيات وقلة الضعف السلاح الثقيل الذي يمكننا من صد الغزاه تم إعادة الحصار من قديد وعدنا إلى المربع الذي كنا نعيش عليه من الحصار عشرة أيام فقط هو عمر ما عشته تعز من حرية كاملة ذهابا وإيابا من الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز ممرات آمنة ظلت الحكومة تراقبها بصمت دون تحرك أو إرسال أي قوة من أجل استكمال عملية التحرير لتترك أبناء هذه المدينة يواجهون الميليشيات الإنقلابية وحدهم كما يقولون الآن الميليشيات عادت بتعزيزات كبيرة وبدعم كبير بينما نحن منذ فتح الحصار أكثر من عشر أيام لم يصل للمقاومة أي دعم الآن المقاومة هي التي تضحي وهي التي تقاتل في قبهة الضبار استمرار الوضع على ما هو عليه الآن دون أي تحركات للجهات الرسمية وترك أبناء هذه المدينة يعيشون مواجهة مصيرهم بأنفسهم كلها أمور تندر بكارثة الوضع مستقبلا إذا ما عملت الحكومة سريعا على كسر الحصار وحل المشكلة قبل تفاقمها حصار يعود وخذلان مستمر حشتاغ أطلقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تمكنت الميليشيات الإنقلابية من إحكام سيطرتها وقطع الطريق من جديد محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تحدث إذا ما استمر هذا الخذلان حمزة أمين قناة بلقيس تعز